تمام اه النهاردة المفروض هنتكلم عن اه جزء مهم جدا جدا في في موضوع البزنس وهو بيتكلم في جزء بتاع الجركة نفسه وبيتكلم في الجزء بتاع كتيم وبيتكلم في الجزء بتاع اللي انت بتشتغل عليها المانجمينت بتاعها بيمشي لزيك كتير من الشركات بيبقى الفكرة بتاعتها حلوة بتبقى الشغل على التمويل بتاعها كويس الجزء بتاع الفولو اوب والناس عندها كويس وكل حاجة بس بيقعوا في حتة المانجمينت نفسها حتة الادورة بتاعت الشركة نفسها سواء من ناحية الفولو اوب تمام والديفولوبمنت او ناحية الابديت بتاعت البزنس نفسها يعني انا دلوقتي لو ببيع برودكت معين مثلا في السوق وليكن خانا ناخد موضوع اه مسلا ان انا ببيع مثلا بيرفن هناخد الطبيت ده مسلا مال النهاردة فخلينا ان انا ببيع مثلا بيرفن معين فانا مش عندي اي ابديت بيحصل ما عنديش اي استراتيجيات مختلفة قدر اشتغل بيها مش عندي اي تفاصيل ان انا ابديت بيها الشغل بتاعي ابديت الماتيريال ابديت اه الشغل بتاعي كإنترنل عندنا نوعين مهمين جدا من الابديت بتاع الشغل اه كبزنس لو انا بتكلم في البزنس بتاع عندنا نوعين مهمين جدا ان انا بعمل ابديت من ناحية الانترنل سواء منجم انت جوا الشركة نفسها الناس اللي استوفر الشغال. آآ ما كانت العمل نفسه او طريقة الشغل. الاستراتي بتاعة آآ الشغل. بتاع الموظفين والهيكلة بتاعة الشركة. وعندي تطوير في جزء تاني او اوب ديت بعمله في جزء تاني هو اللي هو ان انا آآ هبيع لزاي برق في السوق. هماركت لنفسي بره في السوق لزاي. المنافسة لزاي والكصص دي كلها. لان فانا لازم ان اخلي بالي كويس جدا على الجزء بتاع الاوب ديت. ان انا وانا بشتغل على الشركة بتاعتي. لازم انا اشتغل على الجزء بتاع بشكل جويس جدا جدا جدا. طيب تعالوا كده ناخد الجزء الاولاني اللي هو من اول الجزء بتاع خمسة طبعا المرة اللي فاتتكلمنا عن الجزء والماركتينج عشان برضو الناس اللي اا اول مرة تحدثت تعالوا كده ناخد بشكل سريع جدا الحاجات اللي خدناها قبل كده. او الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها قبل كده تكلمنا عن المرخص اه بتاع بكل تفاصيلها بالماركت بالسلوشنز اللي احنا المفروض نشتغل عليها. اه بنتكلم في التفاصيل بتاعة وطبعا كل ده في تمام يعني احنا كده بدأنا الاول بالسامري وبدأنا نخش نشوف التفاصيل. بعد كده دخلنا في بتاع الشركة والجزء بتاع الفلوس اللي دخلها يلاك والفلوس اللي خارجها لك. وتكلمنا عن الجزء بتاع الميشن ويه البزنس بشكل عام ويه الفاليو اللي انت بتاديها ويه الكومبني ديسكريبشن والجولز والوبراكتك بتاعتك كبزنس والانور بتاع الشركة والتفاصيل بتاعة القدد بتاع الناس بتاع ايه والنومبرز اه بتاعتهم كعدد اشخاص او اه نسب جوة الشركة وبعد جدا دخلنا في الجزء بتاع البرادكت والسيرفز انت بتاعتك ايه وتفاصيلها ازاي وتشتغل على جزء البرودكشن كانتاج اه اه الزاي وبعد جدا دخلنا في جزء الماركت والماركت اناليسيز والتفاصيل بتاعته كلها وازاي تحليل السوق والتفاصيل دي كلها وآخر حاجة كلمنا عليها كانت بتاعة الماركت ويه الماركتينج والسيلز اتكلمنا بتاعهم هتقدمها ازاي والتورجيط بتوعك والإستراتيج اللي هتشتغل بيها والبروديكت والجزء بتاع وبريسينج استراتيجي واتكلمنا برضو عن جزء السيلز استراتيجي اللي هتشتغل عليها وتواصيل دي كلها كل الحاجات دي كلها موجودة في او متقسمة اه بشكل مختلف جوه بتاعت الايبتيوب اه هتلقوها متقسمة اه كل اه 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 جزء اتكلمنا فيه لوحده علشان اه تقدر طيب النهاردة المفروض هنتكلم زي هنقول تاني عن الجزء بتاع والجزء بتاع ادرك الشركة نفسها انت دلوقتي علشان تشتغل على الجزء بتاع هتشتغل عليه جوه الشركة هتعمل استراتيجي معينة تمام? علشان تقضيت فيها التنماء جوه البزنس بتاعك والتطوير جوه البزنس بتاعك يعني انت وانت بتشتغل على البزنس بتاعك ازما بتشتغل على مفهوم معين بتقدر توضحه ان انت هتقضيت بيه زي يعني انت دلوقتي ايه الحاجات او العوامل اللي انت هتحددها تمام علشان الشغل بتاعك يمسأه وتقدر تدير يعني انا المفروض هشتغل بموظفين المفروض ان انا هشتغل على خلال اول تلات شهور ان انا يكون معايا ماركتينج تيم مكون من كونتينت كرييتور مثلا وميديا بير في قسم الماركتينج وهحتاج معايا واحد بس من هو اللي قدر يباشر عملية البيع هحتاج معايا اه ناس اه اه تشتغل على الجزء بتاع الجزء بتاع او الجزء بتاع اه الاداريات جوه الشركة الحاجات دي بشكل اولي وبعد كده ازاي بقى هتطور من الاجزاء دي هتطور من الاجزاء دي ازاي والله مع الوقت مع الانتاجية المفروض ان انا هزود عدد اه الشغل معايا وهاشتغل على الجزء بتاع اه التطوير جوه الاقسام دي كلها ان كل قسم يكبر اه بشكل معين طيب تعالوا كده نشوف اه بشكل عاملي الموضوع ده يمشي ازاي لو انت بتشتغل على development strategy لأ انا المفروض بشتغل على الجزء ده بتايم لاين اللي هو الجانب بتاع 5.2 اللي هي بتاعت development timeline لازمة الاتنين دول يتعاملوا مع بعض او لازمة تكتب المواطدين دول وانت بتفكر فيهم بشكل اه واحد اه اه وبشكل مباشر عشان تقدر توفر على نفسك اه مجهود وتقدر تكون واضح قدام نفسك حتى وانت بتكتب البيلان بتاعتك يعني ايه الكلام ده يعني هتاخد المواضيع ببراسس معينة وبخطوات محددة بمعا اول حاجة جوه البزنس بتاعي هجيب الاول الحاجات اللي انا محتاجة اعملها الحاجات اللي انا محتاجة اعملها مش هفكر بقى في استراتيجية التطوير دلوقتي ولا هفكر في اه استراتيجي اه بتتكلم عن بتاعي على مداره اول تلات شهور لان افكر دلوقتي انا كشركة انا كشركة علشان اطور من الشركة دي وعلشان اشغلها بشكل اه واضح وبشكل صريح وبشكل يكون يدي باليو هكتاج ايه اولا هكتاج اه ناس تعمل ليه موركتنج خلاص دي حاجة انا محتاجة بتاع الموركتنج هاشتغل خلاص انا محتاج اشتغل على موركتنج محتاج واحد معي في السيلز فور تزامبل مسلا ومحتاج او عشان البرفن احنا قولنا بتاعنا بيرفن محتاج حد يسويها للبرفن ده ازا سوشل ميديا ومحتاج حد يشتغلي على ان هو يوزع على مسلا المحلات او خلاص? دول اتنين انا محتاجوا. طيب في خلال تلات شهور هحتاج ايه? بعد التلات شهور خلاص احنا بنبني بقى ايه? بنشتغل على الجزء بتاع التايم لاين. انا هحتاج الناس دي هحتاج حد يشتغل على وحد ينزل واحد على ويشتغل طيب هعمل ده لزي? او هجيب ناس لديه زي? هبتدي احدد انا الناس اللي انا محتاج هتعمل الحاجات دي مواصفاتهم ايه? والله انا محتاج بتاع السوشال ميديا اللي يجي يشتغلي مثلا هيجي يشتغل في الجزء بتاع السوشال ميديا بس. مش هحتاج منه ان هو مسلا يشتغل جوجل ايد ولا هحتاج منه ان هو يشتغلي على اه ويب سايت وعلى الكلام ده كله. فانا محتاج يكون حد سوشال ميديا خلاص انا حددت للشخص اللي هيجي هيجي ازاي? وهيعمل ايه بالزبط? طيب بعد كده خلاص انا حددت الراجل ده وبعرفته هو هيجي هيعمل ايه? بعد تلات شهور هحتاج عي الناس تشتغل على الاس اي او او على الويب سايت. فخلاص يبقى ده الاستراتيجي بتاعتي اول تلات شهور هشتغل سوشال ميديا بس. تمام? ده ده كبارت ده كبارت واحد بس من ضمن الجزء بتاع الديفولوبمنت ليه جهوها الشركة. اه هحتاج واحد سوشال ميديا خلال اول تلات شهور اشتغلي ازا سوشال ميديا بعد كده هحتاج اعمل ويوب سايت بعد تلات شهور. حلو جدا انا بنات الديفولوبمنت وبنات جزء الاستراتيجي. طب ده هيمشي ازاي او اه 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 هعمل ده لزاي المفروض هجيب الناس دي عشان تعمل ان شغلها اللي انا هعوزها ديه في اول تلات شهور. طيب خلاص انا جبت الناس دي او انا حددت كل بنفس الطريقة هحتاج بتاع عشان يعددلي الحضور والانصراف والمرتبات والحوافز والكلام ده. بعد تلات شهور هحتاج محاسب زيادة علشان هو ياخد موضوع التأمينات والكلام ده كله. خلاص مسلا يشتغل مع موضوع التأمينات ويبتدي هو يشتغل على موضوع الحوافز اه 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 يشتغل على الموضوع بشكل كبير. طيب المفروض ان انا هعمل ايه او المفروض ان انا هشتغل لزاي كشركة على الاجزاء دي احدد لو انا لو انا احدد الناس اللي هتيجي دي انا محتاجها هتعمل ايه? وعلى اساسها هجيب الناس دي. بشكل بسيط جدا. انا محتاج اشتغل في الشركة وما احتاج معي واحد سوشيال ميديا عشان اشتغل سوشيال ميديا بس. خلاص هجيب حد سوشيال ميديا. طيب بعد تلات شهور احتاج اعمل ويب سايت. طيب انا بعد تلات شهور هابضي تلفنية واجيب حد يشتغل ويب سايت خلاص انا عارف ان هجيب مين عشان يعمل ايه. دي الجزء بتاع اللي انت او الطريقة اللي هتدير بيها. وايه بتاعها هتدير ازاي? هتاخد كل قسم اشتغل عليه على نفس الكسة زي ما احنا شرحنا كده. طيب بعد كده المفروض هتشتغل على المبلغ اللي انت محتاجه علشان تشغل الناس دي. او والله انا محتاج اللي هيجي اشتغل سوشيال ميديا هياخد اربعة تلاف. واللي هيجي اشتغل هياخد اربعة تلاف. طيب. خلاص دول في اول تلات شهور. ده بتاعتي. تمام? او الجزء اللي انا هشتغل عليه كبودجيت انا محتاج دي عشان اشتغل مع الناس دي. خلاص انت كده بقى بتحدد بتاعتك بتحدد التفاصيل بتاعتك اللي انت هتشتغلها ايه اللي هيحصل او المفروض ان انت هتشتغل على الاجزاء دي ازاي? طيب بعد كده خلاص انت حددت بقى البودجيت دي لازم ان تكون عامل حسابك ان البودجيت دي انت هتصرفه. تمام? او البودجيت دي انت هتشتغل عليه. باحنا عندنا هنا في الجزء بتاع الديفولوبمنت هم تلات نقاط بس. باختصار بسيط جدا. تلات نقاط دول اللي هيحصل فيهم هتحدد الناس اللي هتشتغل معك او هتحدد الاول انت محتاج اه تعمل ايه في الشركة? والله انا محتاج اعمل سوشيال ميديا ماركتنج ومحتاج اه 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 احسب المرتبات والحوافز والبدلات والتأمينات بتاعت الموظفين. حلو. دول الحاكتين اللي انت محتاج تعملهم. طيب. تاني حاجة هتعمل ايه? هتحدد بتاع الناس دي. بعد تلات شهور هحتاج اه حد يشتغل اه اه معايا برضو. ويب سايت. وهحتاج اضيف حد معايا كمان يشتغل على التأمينات بتاعت الموظفين. يبقى ده بتاعي. طيب المرتبات بتاعت الناس دي هحددها كم? هيبقى مسلا على حسب كل اه مرتب بتاع الناس دي هتمشي لساي وبحددها بالتفصيل. دول التلات خطوات اللي انت هتعملهم عشان تقدر تعمل للشركة بتاعتك بشكل عام. حد عنده اي سؤال في التلات مواط دول او التلات خطوات دول? لو حد عنده اي سؤال فيهم ممكن يبقى او يفتح الفائز ويسأل عادي جدا. لو التلات مواط دول فيهم حكايت مش مفهوم. هم التلات خطوات او ربعات. اوكي تمام. طيب خلينا نخش على الجزء اللي بعد كده. آآ الجزء خلاص انت حددت احتياجات الشركة. بعد كده حددت التفاصيل بتاعت آآ التلات شهور والتايم لاين بتاع الناس دي. وبعد كده حددت اللي انت هتدأ لهم. والسرق اللي انت هتدأ لهم بس اجمالا بالنسبة لك كشركة هيكون ماشي ازاي. طيب خلونا بقى نخش في الجزء اللي بعد كده الجزء بتاع او انت دلوقتي كشركة كادارة. خلاص احنا هنا نتكلم يبقى كادارة. حلو? انا دلوقتي فاتح شركة. انا الشركة دي بالنسبة لي. هنظمها لزاي كفزيكل ويه قانونا هيمشي ازاي? انا قانونا همشي الشركة دي ازاي? ويه كاداريا همشي الدنيا دين زاي كجوه الشركة. اول حاجة لازم بتوصف انت الشركة دي قانونا على حسب الاندوستري اللي انت شغال فيها محتاجة كامل? والله الاندوستري دي آآ محتاجة علشان اشتغل فيها محتاج مسلا تصريح من مسلا آآ آآ وزارة الصحة. محتاج مسلا تصريح من هيئة الغزاء. عشان امشي قانونا. والله محتاج تصريح ان انا اصنع المواد الخامضي. والله انا محتاج ان انا آآ آآ اعمل رخصة مسلا لو انا فتح محصنة انا محتاج اعمل له رخصة. طب لو انا مسلا هفتح شركة انا محتاج آآ آآ اعمل لها ايه بالزبط? وبتبتدي تحدد بتبتدي تحدد كل آآ شركة تمام? بتحدد آآ التفاصيل بتاعتها كشركة. المفروض هتمشي ازاي قانونا على حسب كل آآ او على حسب كل آآ على حسب كل مجال. يعني لو انا هفتح مطعم مسلا. فانا لازم ان يكون معايا تصريح من التموين ان انت بتفتح آآ مطعم او انت هتشغل مطعم. خلاص دي حاجات بتشتغل عليها في الجزء بتاع او انت بتحدد آآ التنظيم بتاع الشركة الزاي. طبعا هتنظم الشركة دي ازاي? طيب آآ بشكل آآ آآ لازم ان تحدد آآ هيمشي الزاي لا انا والله المفروض آآ هفتح هيكون ده هيكون مصنع هيكون محل هيكون شركة لازم ان تكون محدد بشكل قانوني وتعرف الابعاد القانونية بتاعة الشركة والتحدد ده وتكتبه وتكون مفاهم انت لما هتفتح شركة القانونا المفروض هتمشي معاك ازاي الدنيا وتكون مفاهم الدنيا بالنسبة لك هتمشي ازاي. طيب تعال كده بقى ناخد كده شوف كده آآ آآ معايا التابل دي. التابل دي باين فيها الجزء بتاع المانجونت تيم. انت دلوقتي معاك الجزء بتاع المانجونت تيم هنا بتحدد الناس اللي المفروض انت عايز تعينها بشكل تفصيلي. الخبرات بتاعتهم قد ايه. آآ محتاج مهارات معينة ليهم. آآ دورهم ايه واجباتهم ايه والتفاصيل بتاعتهم ايه. يعني انا دلوقتي مسلا محتاج واحد مسلا يشتغل في الارن دي. لو انا محتاج حد يشتغل في الارن دي. والله انا في الارن دي هيشتغل عندي مثلا محمد. حيلا. طيب هيشتغل في الارن دي. آآ آآ المفروض اللي هو آآ في الارن دي لما يكون شغال هيكون تفاصيله ايه? آآ هل هو محتاج سنة معين? هل هو ليه نسبة معينة جوة الشركة? او هل هو هيبقى موظف هيكون ليه حصة? ولا هيكون موظف اعتقادة مرتب ولا ايه تفاصيل بالصورة? بتبديد حدد التفاصيل بتاع التيم الادارة اللي هيشتغل جوة الشركة دي. لا والله انا محتاج حد اه مدير اه تسويق ومدير مبيعات. حلو. طب مين اللي هيكون مدير تسويق ومبيعات? وهيكون التفاصيل بتاعته ايه? هيكون هو ليه نسبة? تمام? هيكون ليه نسبة جوة الشركة كاداري? ولا هيكون ليه مرتب والشركة هتكون بس ليها اونر واحد. فانت بتبتدي هنا في الجزء ده تتحدد الشركة دي علشان تشتغل. الشركة دي علشان تشتغل. محتاجة وظايف ايه بالزبط? تمام? بشكل تفصيلي زي ما كنا منتكلم فيها بالزبط. والسكيلز بتاعتهم بتاعتهم والرول اللي انت عايز تحطها لهم. لو انت محتاج تحطها او اي تفاصيل انت محتاج تحطها للناس دي او معايير معينة عشان تشتغل بتضيفها جوة ده. بتضيفها جوة ده. لازم ان بتحدد التفاصيل بتاعت الشركة. الناس اللي هتخش دي هتبقى مين? هتعمل ايه بالزبط? تمام? بالتفاصيل. اه الناس دي لما هتخش معايا وهتكون موجودة جوة الشركة. ايه اللي هيحصل بالزبط اه بتفاصيلهم سواء هم هيكونوا اه اه جوة الشركة كموظفين. اه طب ايه الوظائف اللي هم المفروض هيشتغلوها مع بعضها. يعني انا مش هحتاج حد بس ولا هحتاج حد بتبتد يتقسم بتاع الشركة بكل التفاصيل بمواصفات الناس اللي انت محتاجها جوة الشركة. طيب تعالك كده ده ممكن تكون بتشوفه اه جوة الشركات بس انت مش عارف ده ايه او لو انت اه الهيكل ده اه انت بتشوفه بس مش عارف الهيكل ده بتاع ايه. هنا في الهيكل ده بنشتغل على جزء. هنا انا عندي ببتدي اوظف الناس اللي انا حطيتها هنا. تمام? بالتفاصيل بتاعاتها في highlighted here. عشان نبقى عارفين بشكل اداري الشركة هتمشي لزي. مين هيشتغل على الجزء ده? ومين هيشتغل على الجزء ده? كل واحد ليه تفاصيل معينة لازمército بيشتغل عليها وليه دور وليه ادارة بيشتغل عليها. يعني انا لو عندي جزء الماركتنج لو انا عندي جزء الماركتنج فانا محتاج dijitar الماركتنج ومحتاج حد معايا اشتغل brand ماركتنج ومحتاج اشتغل معايا حد افليتي. طيب حلو جدا. الناس دي لما انا بقسمها ده كله بيكون ليوم وفي ماركتينج. طيب هل انت لازم انت تلتزم بالاستروكشر دي? لأ كل شركة بيكون لها بتاعها لها التفاصيل بتاعتها بتاعت كل اه بتاعت كل شركة فانت بترتب الحاجات دي بناء على بتاع الشركة. ده لازم الناس تكون الخبرات فيها متتالية اه ومتناسقة بشكل كبير. يعني ما ينفعش اجيب حد يكون هو عنده اعلى وبيفهم اكتر من الناس اللي هتشغلها في جزء الهد وفي ماركتينج. مش هينفع اجيب حد يمسك او يمسك ادارة اقسام معينة وهو مش عارف الاقسام دي بتمشي ازاي. يعني ما ينفعش هنا اجيب مسلا حد يشتغل في الجزء بتاع هو مش فاهم جزء حسابات او يشتغل مش فاهم اه يعني ايه اتش ار اصلا. تمام? فلازم ان اكون اه فاهم الادوار دي. فاهم كل واحد احطه في المكان اكون في الاول هعمله تفاصيل هيشتغل الزي? وهيعمل ايه? والتفاصيل بتاعته اه كانت ايه بالزبط. تمام? طيب. اه وانت بتشتغل على الاجزاء دي لازم ان تخلي بالك بشكل اه اه محدد اه من ده وتبنيه على خبرات وعلى اه اساسيات. تمام? طيب. بعد كده بنحدد هنا الجزء بتاع الجزء بتاع الجزء بتاع اللي هو الملكية بتاعت او الناس الملاك بتوع الشركة. الملاك الشركة. تمام? يعني ايه? يعني انت بتحامل هنا قايمه. تمام? فيها كل واحد شغال في الشركة وهل ليه حصة في الشركة ولا لا? كل واحد شغال في الشركة ليه حصة ولا لا? يعني دلوقتي انا الناس اللي شغالة في المانجمنت او اللي ماسك ادارة او اللي هو في الشركة او الفاوندر تمام? ليه قد ايه جوه الشركة? تمام? هل هو اه مؤسس في الشركة ولا هو اه بيدير فرق الشركة ولا الادارة ولا الاقسام ولا هو بيشتغل على اه اه مشاريع باساسياتها وبيحولها على حسب كل الشركة. لازم ان بتكون محددة هنا. الاقسام بتاعتها. وبعد ما تحدد الاقسام بتاعتها بتدي تحدد الجزء بتاع اونرشاب هنا. لازم ان بتحدد مين اللي هيشتغل جوة الشركة دي. الحاجات دي تكاد تكون معقدة لحد ما او ورقية اه بشكل بحت او جدا. لكنها مهمة جدا عشان بيحصل بعد كده في اي اختلاف ما بين الاشخاص. يعني يقول لك والله لا انا انا ليه نسبة كبيرة في الشركة. انا اشتغلت اكتر. وحد تاني يقول لك لا والله ده انا اللي اشتغلت اكتر. لا اه ويبتحصل مشاكل من هنا وبتدي ايه. الشركات تتفاشكل بسبب كده. بسبب ان هوا مش محددين. مين هيشتغل ايه? مين هيكون مسؤول عن اي ادارات? حتى لو هما ادارتين. حتى لو هي ادارتين. اه مين المفروض هيشتغل على اجزاء محددة جوة اه الشركة وديه قرارات محددة مين مقلوش قرارات. يعني ما ينفعش مسلا اقول مسلا ده بتاع الاتش ار ملوش قرار جوة قسم في حين ان هو ليه قرار في الاجزاء الادارية او الاجزاء بتاعة المرتبات. فلازم ان يكون محدد لكل واحد ليه نسبة كان في الشركة بيشتغل على ايه? هل هو الشركة ليه? ان هو يدي قرار في اي سكشن? وملوش ان هو يدي قرار في اي سكشن من دولة. تمام? اه تمام. حد عنده سؤال في الجزء بتاع الستروكشر. لو حد عنده سؤال في الجزء بتاع الستروكشر يبتدي اه يسأل او اه يقول لي لو عنده سؤال. فيه حد بيسأل هو لازم ان الشركة تكون محددا بشكل كامل مع التطور. اه اوكي. هو هنا لو المقصود ان هو مع التطور اللي هو كمان تلات شهور اربعة شهور هكون محدد ايه او لازم ان تكون محدد انت اه المفروض كمان اربعة خمس شهور هتحط مين في اي جزء. تمام? اه لازم انت تكون محددها وبنلها قدام. يعني انت على حسب احتياجات الشهوران كمان تلات شهور زي ما كنا بيقول من شوية او انا هشتعل على اه ويب سايت هفتح ويب سايت كمان تلات شهور خلاص بانت لازم تكون محدد لها وحطه في آآ من دلوقتي. طيب. اه حد تاني بيسأل على الجزء بتاع وتخصصاته كلها الاجسام. هو تخصاته كلها بتكون اداريات مالية. يعني حضور غياب. اه التفاصيل دي. اه التاخيرات الحاجات اللي جواه الاقسام دي. تمام? طيب. اه اي تاني حد عنده اي سؤال تاني? تمام. طيب. اه خلينا كده نقول اه لو في اي اه اي حد عنده جزء اي تاني. اوكي. تمام. طيب. خلينا نكمل. طيب. اه بعد كده بنشتغل على الجزء بتاع الدعم اه للشركة. يعني الناس اللي اللي بتعمل لك جوه الشركة. يعني مسلا انا دلوقتي فاتح اي جونسي بتاعة موركتنج. تاتح اي جونسي. بتاعة موركتنج. المفروض ان انا اه عندي بتحصل مشاكل مع عملة. عندي مشاكل بتحصل مع الهيكل الاداري. عندي مشاكل بتحصل مع ضرائب. عندي مشاكل بتحصل مع حسابات. طيب المشاكل اللي بتحصل دي لو انا لسه جديد وفتح او انا شغال لسه في البداية. المفروض مين هيساعدني لو انا احتاجت حد يقولني مسلا اه 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 عندي مشكلة ومحتاج مسلا حلعم هلجأ ل مين? لازم ان تقعون حاطة عندك ناس اه تلجأ لها. تكون عندك محامي تلجأ له في اي مشكلة في الدرائب. عندك اه ناس مسلا محاسبين خارجيين اه لو هم محتاج تلجأ لحد. عندك ناس اه مسلا لو انت حصل عندك لوت في الشغل تقدر تلجأ لهم مسلا وانا افترض مسلا انت عندك اه محتاج تعمل وعندك الديزاينر اللي شغال جوه الشركة مش قادر يفهم اه يطلع معسات الديزاينر زي اه يطلع عني اشكال بشكل افضل لو هيشتغل مسلا على حاجة جديدة انت لسه داخلينها بانورس رولة بس الكلام ده طب هو مش عنده انت لازم ان يكون عندك حد تلجأ له تقول له والله انا احنا عندنا مسلا الديزاينر في الشركة المفروضة يشتغل على معين بس في احنا فيها عند جانا مشكلة والله هو مش عارف المقاسات فلازم ان يكون عندك اه دي اقل المشاكل يعني عندك حد تلجأه في وقت اي مشكلة لازم ان يكون في ناس انت محددهم اه يجي تلجأ لهم في التفاصيل دي كلها عندك مسلا مشكلة مع البنك اه في الفيزا مش شغالة فانت لازم ان تكون عامل ناس تقدر معاك تخلص لك الكصص دي فانت لازم ان يكون عندك ناس تبقى معاك في اي اه اه نتيجة بتحددهم ازاي اه جوة لازم ان يتحدد والله انا عندي اقسام الشركة زي ما احنا مقسمينها كده في الاول تمام بتحط كل قسم ومين اللي استشاري اللي انت هتلجأ له في حالة هدوث اي مشكلة او اه لو انت عندك اي مشكلة محتاج ان انت تستشيروا فيها تمام اه بتبتيت تستشيروا فيها طيب عندنا بعد كده بتحدد اه القائمة دي زي ما قلت لك هنا بتحدد اه الناس بتوعك اللي انت بتاعتك وبتحدد بتاعتهم والله مسلا انا هحتاج محمد معايا تمام او البشوانس محمد مسلا او البشوانس احمد او ايان كان هو مين وبتاعته لا ده واحد جدا في اه وعنده مختلفة فالو في اي مشكلة هلجأ له ويقول لي المفروض احلها ازاي وما الى زي تمام اه دي الاجزاء او ده كده بتاع الهيكلة جوه الشركة والتفاصيل بتاعت الهيكلة جوه الشركة حد هنا شغال اه جوه شركة في قسم الماركتينج وعنده خلل او عنده مشكلة في موضوع الهيكلة مش عارف على الاقل لو هو بيشتغل جوه الشركة دي ايه بالزبط او زي ما احنا بنشوف كده بيكون في ناس شغالة كل حاجة مع بعضها يعني بتاع الماركتينج ده شغال في كل حاجة ممكن تلاقي شوية اه يعمل ديزاين عادي جدا والتفاصيل دي كلها الحاجات الغريبة اللي احنا بنشوفها جوه الشركات لو حد عنده كيس من دي اه ممكن نقول له التفاصيل بتاعتها تيمشل زي او يقدر يعمل ايه بالمناسبة دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده على اه على على كلوب هاوس يوم اللي اللي باتل طمام اه في محمد بيسأل انا جوه الشركة وبشتغل كل حاجة في سكشن فكده انا تقريبا سكشن اه اه بيدير نفسه بص هو انت لو صغير تمام لازم بتكون او لو انت شغال في صغير لازم بتعرف انت اه في بتاعتك ايه خصوصا لو انت جوه لان في بيكون محتاج ان هو اشتغل حاجات كتير جدا جدا عشان يعود فرق سالري يعود فرق مجهود اه حاجات ما عندهوش خبرة فيها يبتدي ان هو اه 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 يسابورتت فيها اه اه مع التين بتاعه وهم لسه مش عندهم الناولج مش عندهم اه اه اي تفاصيل طيب انت المفروض دلوقتي اه 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 تعمل ايه انت مفروض بتكمل عادي لو انت مش متفق معهم عالجوب ديسكريبشن وبعد كده بتبتيت قلهم والله يا جماعة نعمل للسكشن بتاعي علشان نشوف احنا قدام محتاجين ايه بتبتيت تحدد الحاجات اللي انتو بتعملوها كشغل ويه بعد كده بتحدد الاشخاص اللي هتقوم بالمهام دي محتاج ايه حد اي اي او محتاج حد يشتغل كزا محتاج اشتغل كزا وبتيه على اساس ده تقسم السكشن بتاعك جوه الشركة طيب اه ده كان الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه بتاع المانجمنت جوه اه الشركة دلوقتي مفروض معنا الجزء بتاع الجزء بتاع طب هنا ايه بنتكلم في اللي بتمشي جوه الشركة تمام اه يعني المفروض اه انت عشان تضيف قيمة للعملة في السوق بتاعك لازم ان تكون محدد نطاق الشغل اللي انت هتشتغل به تمام ايه الحاجات اللي انت هتشتغل عليها جوه علشان انت تبتدي تساعد العملة بتوعك تبتدي آآ آآ تشوف العملة بتوعك دول هتمشي معهم الزي آآ تقدر تهندلهم الزي يعني مسلا لو انت دلوقتي في ايجونسي او في مسلا شركة دعاية العامل لما ييجي علشان محتاج يعمل مسلا لسكشن بتاعته اللي هيحصل معي اولا اه ده لازم ان يقابل حلو وبعد او بعد الشخص اللي هيشتغل آآ بعدها كده بنبتدي يشوف بعد ما يروح يروح للتفاصيل بتاعت الشخص بتاع السوشيال ميديا حلو بعد بتاع السوشيال ميديا هيجي يروح تفاصيل بتاعت السوشيال ميديا على حسب اللي هيشتغل عليها يروح لبتاع الكونتينت وبعد اما يروح لبتاع الكونتينت خلاص عمل الكونتينت بتاعه بيروح بعد كده يبقى معاه عمل السوشيال ميديا ستراتي دي بتاعته وبنى عليها وبنى عليها بعد كده بيعمل بتاعت الكلينت ويشتغلوا عليها اعلانات ده بشكل ملخص وسريع دي كلها دي كلها بتحصل جوه دي كلها حاجات بتحصل لازما تبقى انت محدد ادوه عشان تشوف هتخدم العميل ده ازاي يعني مسلا ما يجيش عميل يقول لك والله انا دلوقتي عندي مسلا محتاجة اشتغل واعمل اعلانات طب هتعمل لي ايه فقول له والله احنا المفروض هنشتغل لك واحد انا اثار اربعة يبقى انا عندي رد فاهم الابريشن بتاعتب تمشي ازاي تمام فاهم البروسيس عندي جوه او السايكل بيمشي ازاي تمام لازما بتحدد ده تمام لازما بعد كده بتعمل في الجزء التاني على الابريشنز بتاعتك لازما بتكون عارف التفاصيل الداخلية بتبني عليها الحاجات اللي انت هتحتاجها يعني مسلا لو انا دلوقتي بشتغل لعميل محتاج اجيب له ماتيريال من بره ماتيريال من بره الشابتة يعني مسلا لو انا شغال في مسلا تصليح مسلا او انا وكالة لتصليح اللابتوب مثلا تمام لو انا شغال في وكالة لتصليح اللابتوب طيب في الوكالة دي المفروض بيكون اه والله انا هتجيب له اه عدد اه مسلا اه 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 قطعتين لما تصليح الشاشة خلاص دي سكوب لازم ان تكون حطيتها تمام يعني لازم ان تكون حطيت يعني المفروض اه والله انا يوم ما احتاج اه قطع خيار للعميل بتاعي تمام هشتغل عليها بالتفاصيل تيه هتروح لبتاع الحسابات يقيمها وبعد كده نبعت نشتريها وبعد كده مما تيجي الحاجات دي اه المفروض ان احنا نشتغل عليها ونركبها له ونديها للعميل حلو دي اه حاجة اسمها التفاصيل اللي بتمشي دوه تمام انت لو انت هتشتري له حاجة تمام اه او لو انت هتشتغله على جزء معين التفاصيل الداخلية بتاعة الشركة من جوه لازم ان تكون فاهمها لازم ان تكون عارفها وانت شغال على بيزنس بتاعك لازم ان تكون فاهم التفاصيل بتمشي ازاي جوه الشركة تمام بدل ما تيجي تشتغل تلاقي تلاقي بعد كده تفاصيل انت بتشتغل عليها وانت مش فاهمها تمام ممكن تكون شغال في الشركة اه وانت مش صاحب بس بتلاقي عندك فيه لغباتها بتحصل لما بيجي عمل لي الطاب حاجة ده بسبب ان الشركة مش عاملة بشكل كويس مش عاملة بتاعتها بشكل كويس طيب تمام بعد كده بتشتغل على الجزء بتاع بتاعتك جوه بره او جوه يعني زي ما احنا كنا بنقول انت دلوقتي هتشتغل على جوه هتشتغل مع بعضها ازاي وهتتعامل مع بعضها ازاي طيب لو انت بتشتغل بره لازم ان تكون عارف لو انت العميد محتاج حاجة او التفاصيل بتاعك اا اا الشركة لازم ان تشوف تعقدات لو انا بتجيب مسلا اا مكملات لو انا بتجيب حاجات تكمل الزول بتاعي لازم ان تكون عارف الحاجات دي كلها يبقى انت لازم ان تكون عارف تمام الاستبني الاول الاستراتيجي بتاعتك تكون عارف اا جوه الشركة دي هتمشل زي وبعد كده بتخرج بره تمام بتشوف انت لما تيجي تشتري حاجة للشركة من بره او هتشتغل للشركة دي في حاجة لازم ان بتكون عارف انت هتتعامل ازاي مع اا الناس دي اا بره تمام بعد كده لازم ان بتحدد اللوكيشن يعني ايه اللوكيشن هنا اللوكيشن هنا انت بتحدد لو انا مسلا بعمل مسلا مكاتب فور اكزامبل المسلا او لو احنا مسلا شكيان في اا البرفين مسلا فاكيد مش المحل او الاستور اللي انا ببيع منه هو نفس المكان اللي انا هصنع في البرفين فانت لازم ان تكون محدد الابريشن كالوكيشن يعني انا هصنع في مصمع العاشر وبعد كده هبيع من خلال الاستور اللي في وسط البلد والاستور اللي في مدينة نصر والاستور مسلا اللي في اا التجمع خلاص يبقى انت محدد انت هتمشي لزي وايه هتخزن فين لو والله انا المخازن بتاعتي في مثلا اا اا في التجمع الاول مسلا انا المخزن بتاعي في ايه في مدينة نصر طب هل انا مسلا عبال منتج في الحي العاشر وبعد كده او مثلا هنتج في العبور وبعد كده اطلع من العبور اروح اا المخازن بتاعتي بتخزن في مدينة ناصر. بعد كده ارجع ابيع مثلا في اه اه المؤطم مثلا. هل السايكل دي صح? السايكل دي بتاعت صح? ولا هتضيع وقت? وهتضيع مجهود. طيب لو انا مثلا بتوع المبيعات حابوا ان هما ياخدوا بضاعة. هل هيبقى مناسب بالنسبة لهم ان هما يروح المشوار ده ما بين ويرجعوا تاني على المصنع او على المخزن? لازم ان تحدد اللي هتشغل فيها. كل ما كان كويسة كل ما كان يكون في اه ماشية صح. يكون في ماشية اه بشكل اه صح. طيب بعد كده بتشتغل على الجزء بتاع الموظفين. بتوصف القوة بتاعت الموظفين وعدد الموظفين من بتوعك ماشيين يلزاي. والمفروض ان انت هترتب لهم الجزء بتاع الاجور. لو انت في شركة والشركة مش بتطور منك فاعرف ان فيه حاج غلط. لازم ان انت كشركة او انت اه واحد صاحب شركة تكون محددة الناس اللي انت هشتغلوا معاك مستواهم ايه? زي ما احنا قولنا في الاول. وتحدد لهم المفروض يمشوا عليها كتطوير. انا محتاج الناس دي تاخد معينة. محتاج الناس دي تشتغل او ده يكون شغال على نفسه بشكل محدد. علشان اعمل اللي جواه ورقيهم. تمام? فانت لازم ان تشتغل على ده ده في جزء. لازم ان تشتغل على ان الناس والله يا يا محمود انت دلوقتي شغال في جزء السوشيال ميديا. عايزك تطور نفسك عشان كمان ثلاث شهور. هنحتاج حد في جزء. تمام? لو قدرت ان انت تديل. اه تليد الجزء ده. تمام? فخلاص بقى انا عارف ان فيه تطوير للموظفين. لازم ان ده يكون جزء. جوا اه الجزء بتاع هو الجزء بتاع تمام? اه بعد كده الجزء اللي هنشتغل عليه او الجزء اللي انت هتتكلم فيه هتكلم او هتشرح الطرق بتاعت الانتاج تمام? وازاي هتقدم الخدمة بتاعتك والجودة بتاعت المنتج بتاعك. يعني انت بتاع الانتاج والله انا في الانتاج المفروض هشتغل على ان انا هنتج منتجات في المصنع هتيروح العمال يقفوا على خط الانتاج وبعد كده يعادوا على موظفين الجودة وبعد موظفين الجودة بعد كده يعادوا على التعباء والتغليف وبعد كده نخرج برا. تمام? دي كلها اه اه حاجات فعلا جوة الشركات الكبيرة او جوة المصانع او جوة اه اه الشركات حاجات مهمة جدا وبتعطى لشغل بملايين اه بتعمل مشاكل كبيرة جدا لو الحاجات دي ممشيتش بشكل صح لو انا شغال في شركة والحاجات دي مش بتمشي بشكل صح هتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني لو انا بفتح بازنس اه والحاجات دي مش مزبوطة بالنسبالي او بالنسبالي مش اه اه مش بشكل صح هتبقى مشكلة كبيرة جدا ما ينفعش ان انا اه عمال يقفوا على خط الانتاج وهم مش فاهمين ازاي يطلعوا اه اه بتاعتي مش هينفع ان انا يبقى فيه مرايب جودة نايم مش عارف يطلع الحاجة دي اه بشكل صح ولا ازاي طلحها بشكل اه غلط فدي كلها حاجات او في الالتاج لازم ان نخلي بالنمانها كويس جدا انت واحد صاحب بزنس لو مش عايز تهدي الفلوس تكون من خلي بالك من اه الاجزاء دي وتكون اه اه شغال عليها بشكل محدد وتكون فاهمها بشكل اه كبير جدا لازم ان تكون فاهم اه النقه دي بشكل كبير تمام بعد كده لازم بتحدد الاجزاء بتاعت المصاريف اللي انت هتصرفها انت دلوقتي المصاريف اللي انت هتصرفها قد ايه هتصرف كام في العملية الانتاجية كلها وفي مصاريف الانتاج والله انا لو جبت خمس عمال هصرف خمس تلاف جنيه لو جبت اه ست عمال هصرف ست تلاف جنيه فازاي ان انا اقلل القز بشكل ما يجيش على العمال وفي نفس الوقت انتج منتجات بشكل كويس لازم ان بتحدد بالزبط الجزء بتاع المصاريف بتاعتك هتصرفها الزي وهتطلع مصاريفك بشكل كوي اتزاي اه بعد كده بتشتغل على الجزء بتاع بتاعتك انت دلوقتي ايه المفروض التصريح والترخيص وحقوق النشر او حقوق الملكية والحاجات دي برضو كانترنل هتمشيها لزاي تمام اه الحاجات دي لازم كانترنل جوه من اللي هيكون مسؤولة عليها جوه الشركة تمام الحاجات دي لازم انتخلي بالك لنا اه بشكل كويس جدا اه الجزء اللي بعد كده بتخلي بالك لنه الجزء بتاع الناس الموردين اللي الموردون دول هتشتهر عليهم لزاي انا دلوقتي لازم بتحدد المستلزمات اللي انت طلعها تمام وبتحدد السياسة العامة بتاعتك جوه الشركة انت دلوقتي والله انا محتاج اجيب آآ المكملات بتاعتي من شخص معين والله انا مسلا ببيع فانا محتاج عدد معين من الروايح عشان اخلطها ولازم ان يكون عندي مورد اول ومورد تاني ومورد تالت ولازم ان يكون متابع الناس دي كلها لان دي كلها اجزاء جوه لازم ان تكون محدد بتوعك وعامل للواحد بديل يعني منفعش مسلا يكون ليه واحد او مورد واحد للمواد الخام اللي هو بيجيب لي مواد خام واحد بس واعتمد عليه طب افرد هو مش ببقاش موجود مبقاش يجيب المادة الخام المادة الخام عنده غير لازم ان يكون انا مرتب ده جوه الجزء بتاع الابريشن بتاعتي وجوه الجزء بتاع السابليير طيب الجزء الاخير معانا هو المفروض السياسة بتاعتك في بتاعتك والبوليسي بتاعتك يعني ايه يعني دلوقتي المفروض بطلع بضوعة مسلا تمام? المفروض البضاعة دي تتحصل كمان تلاتين يوم. البضاعة دي تحصل كمان ستين يوم. البضاعة دي تحصل كمان تسعين يوم. لازم ان تكون محدد انت لما اتطلع بضاعة تصبر عليها لوقتي قدية عشان عمال ما تجيب فلوسها او لو انت هتشتري بضاعة المفروض تكون محدد هتسدد لها كمان قد ايه. تمام? دي عمليات نظومية لازم ان تخلي بالك منها. يعني عشان مسلا ساعت بنلاقي شركات بيقول لك والله انا فلوسي كلها في السوق ومش قادر اتحرك محتاج سيولا. طب ده بيبقى ايه? بيبقى مش مزبط او مش عامل كويسة اه للاقتمانات بتاعته والكريتز بتاعته. مش عارف هو بيبيع امتى? وبيحصل امتى? او بيحصل امتى? وبيبيع امتى? او بيجيب مواد خام امتى? وما بيجيبش مواد خام امتى. فدي كلها حاجات لازم ان تكون انت محددة. يعني بتيجي عند الجزء بتاع اه وتكون محددة بشكل اه كويس جدا انت هتشغل ازاي على اه الاجزاء دي? تمام? طيب. اه دي كلها الاجزاء اللي احنا كنا نشتغل عليها. اول مفهول اللي احنا كنا هنتكلم فيها النهاردة. اه هي اجزاء اه 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 لو انت حد بتاع ماركتينج بحت او سوشال ميديا بحت. الاجزاء دي هتكون بعيدة عنك شوية. او هتشوف ان الاجزاء دي مش مهمة. لكن انا كحد بتاع ماركتينج لازم نكون فاهم البزنس ده. لو انا حد بتاع بزنس لازم ان اكون فاهم. اه الكلام ده هيمشي معايا لزاي. والتفاصيل دي هتكون ماشي معايا بشكل مزبوط. اه لزاي? اه لازم ان تكون فاهم الاجزاء دي كلها عشان تقدر تدير تيم وتقدر تدير شركة تقدر تدير اماكن كبيرة. يعني لما انت طول والله انا عايز ابقى اه او انا محتاج ان انا ادير شركة اه كبيرة او ان انا محتاج ادير تيم فانت لازم ان تكون فاهم في الاجزاء دي ان انت حدك بتاع ماركتينج لازم ان تكون شغلك كله بالاقسام التانية لازم ان تكون فاهم آآ طريقة شغلهم لازم ان تكون فاهم الاستراتيج بتاعتهم آآ بتمشي الزي تمام آآ ده كده كان الجزء بتاع نهاردة تكلمنا في الجزء بتاع والجزء بتاع المانجمنت تيم والاستروكشر بتاع الشركة والاجزاء بتاعت آآ آآ اللي كانت تقيلة شوية انا عارف بتاعت آآ آآ على سيستم علشان تبقى انت فاهم جوه الشركة بتحدده ازاي او بتنشي عليه حد عنده اي سؤال محتاج يسأله او يسأل على حاجة معينة في الاجزاء دي او في اي اجزاء تانية حتى لو كانت في اجزاء تانية محتاج حد محتاج يسأل عليها آآ اوكي في حد آآ مؤمن أول يا مؤمن ما يعيك يعني لو انت عندك سؤال آآ اول طيب هو أنا عندي بس استثقار بس هو مش في الجزئية ديت قوي آآ جزئية عندي بس في الاستراتيجي تمام اكيد فضل. تمام. هو انا كنت خدت السراتيجي اه حضرتك اللي كنتم اديهيلي قبل كده. تمام? واشتغلت عليها للمكان اللي انا بشتغل فيه. وقردي اه عملت كل حاجة بس في حاجات بس اللي انا غيرتها حيكت مثلا حاطت تعليم بتاع الاشخاص اللي موجودين على الصفحة. لأ في حاجات انا شلتها وفي حاجات انا حطتها. ودي تعتبر من نفسي السراتيجي اللي انا درستها في اي ام اف ان دي ودرستها بس لما جيت عرضت الاستراتيجي وبعد اما خلصت بتاعي ما اقتنعش بالاستراتيجي وبيقولي انت الاستراتيجي دي اساسا مش حد مفيش اي حد يومش بيها وكل الاستراتيجي دي اتزلالة واللي ولقيته بيحبطني بالمنظر دوت. ما اقللي في نفس الوقت انا اشتغلت على نفس الاستراتيجي دا قبل كده وكتشغلة كويس جدا. هل انا كده مثلا في مشكلة مثلا بالاستراتيجي ولا في ايه بالضبط? لا اهو اهو بس يعني الله اعلم بالنواية بس اي كلام انت اسمعت دا كله مع احترامي للشخص اللي قرهولك كأنك ما اسمعتوش. يعني كأنك ما اسمعتش الكلام اللي تقال دا. ان يعني يعني اكيد الكلام دا مش بيش مبني مسلا على لا الكلام دا حقيقي لكن في فجوة هنا بتحصل. في ناس مش بتبقى قادرة ان هي تفهم الحاجات دي وتقولك مسلا ايه بلغتنا هنا في مصر لو انت في مصر. اه اه الحاجات دي كلاكية ملهاش لازمة. اه ممكن تلاقي حد تاني يقولك الحاجات دي اصلا اه كلام مكتوب على ورق واحنا اصلا اللي خلقين واحنا اللي مطلعينه من تجاربنا في السوق. تمام? ممكن الحاجات تانية يقولك لا ياسبك من الكلام بكله احنا خلينا في العمل خلينا في الفلوس انت هجيب لي كام. تمام? بس قريدي الحاجات دي لو انت بصيت فعلا بيحصل على ارض الواقع فالحاجات دي لو ملهاش ما لهاش اساس انا حطيتها من الاول بتكون حاجة مشكلة لها قدامي. يعني انا اه ممكن ابتدي البروجيكت واكمل فيه عادي جدا ما فيش اي مشكلة. لكن في لحزة من اللحزات هيحصل لي مشكلة انا مش هبقى عامل حسابها. تمام? وانس لو انا بقى من الاول حاطت حساب الحاجات دي وحطه في الاستراتي بتاعتي. لأ انا هبقى عامل حسابي الجزء ده وعارف مين معي عارف مين هيشغل الجزء ده محتاج ان انا اطور في ايه الكلام ده كله. تعام? فعلى اه. بضبطة ده كان كلام الاونر لكن مدير التسويق بتاعي قال لي لأ على فكرة الاستراتي بتاعتك حلوة. بس هيك نظريا عامليا احنا مش نقدر ان احنا نمشي بيها. لان انا اصلا لما عملت الاستراتي بتاعتي والانالس بتاعتي عملتها لاخر تلاتين يوم عندهم وطلعت لهم المشاكل ايه وديت لهم بتاعتي في الحاجات اللي احنا هنعملها. وقال لي حتى بتاعتي غالية جدا. طب اقول له انا مش عارف انا عمل لكم ايه. انت قلتول اعمل استراتيجا وعملتها لكم بس هم مش مقتنعين بيها يعني. اعمل استراتيجا. اعمل استراتيجا عشان احنا اه نوريك انت مش هتعرف تعمل الاستراتيجي. فاهم? او انت هتعمل اي حاجة. واهم او مش هتعرف توصل لللي انت عايز تعمله. طب؟ انا عملت الاستراتيجي. لا الاستراتيجي دي مش هتعمل فرع اصلا دي بلجيتها غالب بص الكلام ده في مصر عادي فاهم يعني وانس ان انت اصلا ادرت ان انت تعمل الاستراتيجي وطلعت افكار وادرت ان انت تعملها فيعني شابوه ليك اصلا فاهم ان انت عملت ده المانجر بتاعك ما عملوش فانت ينقصك بس التنفيذ غير كده لا فاهم فممكن اه يكون عندك فيه اخطاء معينة ممكن يكون فيه حاجات توقعت مما لكن ده ما يمنعش ان كل انت عملته ده غلط او ده كله 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 كلمه على الورق او كل ده مانوش لازمة او كله كله اطلاقا خالص يعني ده 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 كل الاهول اقال احنا عملنا ده وعملنا احسن منه وفي الاخر برضو انا النفس الس اللي انا هبعمله في الستراتيجي بس انا بنفسه بقى بدمير يعني سبته يهتكلم زي ما هو عاوز ويهبت زي ما هو معاوز فالاخر خلاص انا بعمل اريد دي اللي انا عايزه بعمل اريد دي اللي انا مختلع به بس الفكرة كلها بس في القد يعني في البودجت بتاعتهم اقل فانا بمشي على قد الفلوسهم اكتر على القد لا انت امشي امشي زي ما انت ماشي على البودجت بتاعتهم وما فيش اي حاجة عادي جدا تمام واسبك من اي كلام وكمل على ده وكمل في طريقك في تعليم الاجزاء دي لان هقولك على حاجة البيز بتاعة الشغل اصلا هي اساسها ده ده اساس المورفتينج واساس البيزنس واساس الاجزاء دي كلها بعد كده ببقى يكز المورفتينج بقى ازا سوشال ميديا كايمبلمنتشن او تراتيشن المورفتينج تمام فلا انت يعني عادي جدا تمام وكمل زي ما انت وهتشوف انه ساعة لما اتحقق الريزولت هتلاقي الناس دي حواليك بسأقولك وقولك لا انتهي البروفو وحنا كنا واسقين فيه وكلام ده كله انت عادي تمام انت بس تكمل اه اتفضل هو دلوقتي ازاي ان احط هو بيقول لي احنا صفها بتاعي سمع انها متين الف وسبعمية هو بيقول انا اعمل احطك البلان بتاعتك على اخر السنة ان احنا ناكسل تلتمية الف دي انا اعملها ازاي ولا ايه بس اقولك احنا الابجيكتب لازما من العوامل الاساسية في ناجح ايه ان يكون لها كيبي ايز تمام ويكون حاجة ميرترل اه اه نقدر نقيس عليها وتكون حاجة سمارت اه اه وسبسيفيك تكون حاجة اه 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 نقدر نحققها يعني مسلا ما يجيش مسلا اقول لك انا الصفحة مش عارف كم فانا عايز اوصان كم اوكي ماشي بس ده هيحتاج بودجيت وهيحتاج وقت وهيحتاج استراتيجي نمشي عليها فهل الاستراتيجي اللي انا هحطها بالبودجيت دي اه بطريقة الشغل هتنفع هو ينفع بس انت معاك كم تدفعه يعني لما يقول لك كده قل له خلاص قل له دلوقتي اللي احتاج اعرف البودجيت المتاحة كم ده اولا سانيا هل الاستراتيجي اللي هتحط لتزويد الصفحة دي بالشكل ده او بالاوردج ده اه هتتنفذ ولا مش هتتنفذ هيجي يقول لك على حسب الاستراتيجي هتنفع ولا لأ وانت عرفت من ايه هتنفع علىها من غير ما يتملها تست كمان حقيقة كمان قسم العدد ده على طايم صغير بحيث ان انت مسلا اه ماشي تبط بياطة قسم العدد ده على عدد صغير يعني انت انت مفوض اه من كم عايز تزويدها لكم اه مفوض ان احنا منتين وسبعة الف منتين الف وسبعمية وعاوز يوصلها لتلتونية على الاخر السنة يكون في البلان بتاعتنا على الاخر السنة دي في شهر اتنشق او على اول السنة الجديدة ان احنا نقفل تلتونية الف اوكي ده ده رقم في الوقت اللي احنا فيه في السيزن اللي احنا ادخلنا عليه عيد الكلام ده كله اه حيبقى ليها بودجيت تمام يعني هتحتاج بودجيت اه واسرع بودجيت بتاعته حرفيا مش كبير اه محاول لك على حاجة اسرع باسرع حاجة توصلك للكلام ده كله اه انت بلادفورم ايه اه اه انت عايز تزود في بولورز انستجرام ولا فيسبوك بيج لا لا فيسبوك فيسبوك يعني هو بص هو اريدي احنا لشان اه بص مهم مشكلة ان الانفلونسر احنا ما عندلاش انفلونسر كتير يعني المجال انا شغل فيه مجال خاص بالاعلام المجال بتاعي خاص بالاعلاف والانتاج الحيواني والداجيني والكلام ده حتى على دخلت على انفلونسر انفلونسر دوتكو انا مش فاكر اسمه ايه موقع انا كنت اخضر بلي كده برضو ملقيتش انفلونسر ان هو يشتغل يعني اللي لنا دعاية لين احنا يعني قلتوله قلتوله احنا ممكن نوصل لذب بس انه عندي انفلونسر دورت على انفلونسر ملقيتش بس انا بعمل حاجات بديلة يعني مثلا بجيب حد من الدكاترة التقال حد من الناس التقيلة مثلا في المجال ان احنا نسألهم اسئلة يعملوننا فيديوهات هم يجاوبوا فيها نصايح يعني دهاننا الكلام ده تو احنا بننزلها ومسلا ننول عليها انجيجمنت او لوكا لايك او كسام اوديانس لحيس ان انا اقدر ان انا اجيب لايقات للصفحة بالمنظر دوت وانا انا احط في كولتو اكشن بس تبجي لك للصفحة وهكذا يعني فراحة الخطة اللي انا بمشي عليها لان احنا ما عندناش انتنون ساربعين وما عندناش حد بايين ومسا كنا كترة اللي انت بتقول ده كويس جدا طبعا وده يقول ان انت حد فهم ويماشي بستراتيز مختلفة مش 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 كابي بيست لكن هقولك الهي او خلي بالك اعمل تيست على يعني مثلا انت هتشاع الفلونس الفلونسر ده هيزودك كام في كل مرة والله انا عملت معايا مسلا دي لقبلك كده وزودني مسلا مسلا الف حلو ما هو ما فيش ما هو ما فيش للأسف ما فيش اصلا حد قريدي انا قريدي انا اللي حطيت البيلام دي اول ما انا ما وصلت في الشركة يعني هو المجال اصلا معقد شوية من الصعب ان حد في السوشيال ميديا ان هو يشتغله محتاجين حد متخصص شوية انا اتكلمت كوجهة نظري كسوشيال ميديا اترون احنا ما عندناش انفلونسر بس احنا عندنا ده كترة يعني في قريدي ده كترة بيتريين في مهندسين وزراعيين الناس فئيلة موجودين في السوق الناس دي احنا ممكن مثلا نعمل لهم نتناقش معهم انهم يعمل لنا بوستات والكلام ده حتى نعمل لهم من وجهة نصر ان احنا بنزود المتابعينهم هم يعني هو مثلا لو دكتور بيطاري وهو عنده قريدي بيجو والبيج دي مثلا هو عاوز قريدي يزودها احنا هنعمل زي بيجو كده هنشاركه مع بعض وانا هموله من عندي وعلى هزا الاساس ان انا هزودله وزود من عندي هو فيه مختلفة تمام يعني الستراتجيز مختلفة انت ممكن كمان تشتغل على الجزء بتاع الكمبيتشنز انت او والله صاحب اعلى لايك او شير او الكلام ده هيقدر ان هو ياخد فاليوم معينة او ياخد هداية معينة او الكلام ده طب فالستراتجيز كتير فانت حاول تتست الستراتجي ايه ان كانت ايه قبل مش عاليه وتكيس عليها يعني انت مسلا عملت مسلا كومباتيشن عملت جبت دكتور زي ما انت بتقول ده هيدخل لك كامل في فترة قد ايه وبيس ده عدائز في الافريج ده فهم قصدي؟ طب انت نصيحتك ليه مسلا انا اشتغل عليها يعني لو عملت الستراتجي دي امشي عليها احسن؟ اه اجبنات شبيهة بالناس اللي عندي؟ بص انت برضو لازم انت تكون ضمن الكواليتي علشان اه تقدر ان انت اه الناس دي لما تخش لك ميبوش عدد وخلاص فانت امشي على نفس ويمشي على زي ما انت بتقول فعلا ويمشي على ويحاول برضو تشوف اه داتا لو انت عندك داتا واشتغل عليها لو كولايك عندك اه اه بتوع المبيعات يقدروا يساعدوك في الكلام ده اه لو انت عنده هو مبيعات الكلام ده كله اه فتكشل المبيعات يبتدي ان هو يشوف التجوار اللي عندهم يعمل بونر والناس تاخد سكان من على الرولاب والكلام ده كله فانت حاول بقى نشغل بحاجة اسمها وروح اقول له بقى كده هنشتغل بشتراتجية اسمها الهوليستيك اعمل سيرش عنها اه وانت هتفهم قصد ايه اه الهوليستيك بقى ارجع بقى للحاجات اللي هو بيقولك عليها مش هتنفع وبكلام ده اقول له الهوليستيك دي احنا هنشتغل بها علشان كل حد مننا يشتغل على نفس الستراتجي والابجيكتب بدعة الشركة عشان نبصد كلها نفس الهدف بتوع السيل زي اشتغلو على انهم يشيروا البيجي بتوع الامبلويز اللي عندنا نفس القصة بتوع الماركتينج بتوع كل الاقسام اللي حوالينا التجار البرودكت كل حاجة في الشركة هتتكلم على نية البيجيكتب بالضبط ده على حسب الكمبينات اللي انا هنزل بيها بالضبط فانت لازم انت تشتغل بقى ترجع بقى للستراتجيز اللي هي مش عاجبة وتشتغل عليها تمام اوكي انا كده فلصت مش فيه جده لزوءك معلش تعطك معين لا لا ولا اي حاجة انا كنت شجل فيها اللي بحتاجت حاجة بعتلي وانا مش فاجل بصراحة انا بعتتلك ايه قبل كده او كده بصراحة بس ايه لا هو انا كلمت حضرتك قبل كده على المسانجر وقلتلك ان انا عاوز نسخة استراتيجية اشتغل عليها تكون جاهزة وبعدها قلتلي ابعت على التليجرام او على جروب الواتف انا انا اصلا مدخلتش عليه بعتها على التليجرام وحضرتك بعتها لي على طول على التليجرام كنت حقيقي عامل استراتيجي قبل كده الصفحة كده تقيبا كان ببيعك صورات او حاجة زي كده ايه ايه انا ساعت هخدتها انا عندي استراتيجي تانية اخدتها من ايم فين دي لما كنت خطت الديبلوما بتاعدك هناك بس الاستراتيجي حرفين كبيرة جدا فوق المية صفحة يعني حاجة كبيرة جدا فانا شايف من المعظم الكلام اللي جوا انشد زي ما بيقولو انا بس انت الاستراتيجي بقت حضرتك كانت مختصرة اكتر. فضل اريدي اللي اشتغلت عليها ده بغيرت حاجات حقيت هنا حاجات وهكذا. وعملت الاستراتيجي بس هو الاسف مش مقتنع المدير. لكن المدير التسويقي بتاعي انا هو مقتنع. لكن الاونر هو اللي مش مقتنع. فانا سيبته يقول اللي هو عايز وان اريدي ماشي برضو بدماتي. بس. اوكي مفيش اي مشكلة انت برضو اه 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 لو انت احتك بيه حاجة بعتلي وانا هفول اوك معيك. تمام انت اسلم لي يا رب معلش ربنا يوفاك وانا ا spac او انت عادلت عليك ان اوكي اوكي. انا برك في عمرك ربنا. اجيش. آه تمام. حدي تاني عنده سؤال يرموني. طيب اه ده الجزء اللي احنا شرحناه بتاع النهاردة. وان شاء الله المرة الجاية هتكون اخر مرة بجزء البزنس بلان عشان نجم بقى في اي خطاوك مختلف ويكون كده خلصنا البزنس بلان وهتكون موجودة بشكل كامل على اليوتيوب لأي حد محتاج ان هو يشوفها او محتاج ان هو يريحها وان شاء الله يعني لو حد احتاج اي حاجة يبعث لك وان شاء الله ينزل على اليوتيوب وان شاء الله ينزل على اليوتيوب اي حاجة بنشرح اي حاجة فيسبوك اد احنا شرحناه من شهرين تقريبا على ما اتذكر وهي موجودة برضو على اليوتيوب اي حاجة بنشرحها كل يوم جمعة بموجودة على اليوتيوب في بلاي لست الوحدة فموجودة وجوجل اد تشرحت قبل كده وجزء في الاسي اوت برضو على ما اتذكر وهتلاقوا يعني على اليوتيوب هتلاقوا البلاي لست كل حاجة ومتقسمة فيها الحاجة انت عايزينها وان شاء راحنا الاخليات موجودين مش راحنا كزا حاجية فهي برضو ارجعوا لليوتيوب ولو حد عنده اي طبق محتاج نتكلم فيها يسنقني وان شاء الله نشرح اي مشكلة اشوفكو ان شاء الله القمعة الجاية على معدنا الساعة تسعة وتصبحوا على خير اشتركوا في القناة